للمزيد من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا مجدي يازجي مجدي ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها نواب من الحزبين داخل الكونغرس لإيقاف أي اتفاق محتمل مع إيران ما حدود هذه التحركات وكيف يمكن حتى أن تتعامل معها إدارة بايدن بحسب القراءات طبعا تسبيح هذا توصيف دقيق للغاية ليست المرة الأولى أبدا التي يطالب فيها نواب في الكونغرس الأمريكي بعدم العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هذه المرة اللافت فيها أن حزب الرئيس جو بايدن الحزب الديمقراطي عدد كبير جدا نحن نتحدث عن حوالي 34 نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي رفقت 16 نائب آخر جمهوري بعثوا بهذه الرسالة إلى جو بايدن وطالبوه بعدم إحياء هذا الاتفاق النووي مع إيران وبالتالي ضغط من حزب الرئيس الديمقراطي هذا هو اللافت وهذا الجديد في هذه الرسالة يضاف ذلك إلى زخم آخر في مجلس الشيوخ من السنترس وأيضا الجمهوريين والديمقراطيين وبالتالي حالة من عدم الرضا هذا الاتفاق سبق ووصفناه في أكثر من مرة هنا في الداخل الأمريكي بأنه غير مرضي عليه في الكونغرس الأمريكي من الحزبين تسبيح من الحزب الجمهوري وكذلك من الحزب الديمقراطي الآن الزخم يزيد وتديرته تتعالى وصوته يعلى أيضا وهذا لا شك أنه يصل أصداه إلى البيت الأبيض نحن على أبواب انتخابات نصفية هامة جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد إثارة أي بلبلة لا يريد إثارة أي ملف مثير للجدل ومن شأنه أن يخسر فيه أصوات سواء من الحزب أو مقاعد في مجلس النواب والشيوخ وبالتالي نتوقع أن يستمع بدقة ويستمع عن قرب لهذه المطالب البرلمانية لهذه المطالب من النواب والمشرعين الأمريكيين وبالتالي هنا الحديث يقول أن موضوع إحياء الاتفاق النواب وإن حصل لن يحصل قبل نوفمبر المقبل ولذلك نرى كل هذا التأخير والمفاوضات المارثونية يبدو أنها ستستمر لأسابيع مقبل على الأقل إلى منتصف نوفمبر المقبل تسابيح بحسب القراءات المحلية هنا في واشنطن من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي شكرا جزيلا لك مجدي